حتى احتياجاتك اللي جدت كلها عندها قدرات هجومية صحيح أوضح بكثير جدا من قدرات الدفاعية صحيح واضح إنه الرجل كان يعني ده اللي هو شايف إنه نقصه أو ده شايف إنه ما محتاجي مش أقول نقصه لأنه هي الأهلي هجومية السنة اللي فاتت يعني ما قدرش أقوله نقصه يعني عندك إنه أهل هجومية كهرباء بس تتاوح سيشحاتهم هدفي بطولة دورية بطلقة فقط بطلقة دولة أهلي مثلا كان بيعانيه هجومية لكن نقصه ده أقول هو كان محتاج يدعم ده أو على حد ما كان بيقول أو على حد هو شخصيا قال أنا حاسس إنه إحنا بنكسب وبنسجل بس المعدل اللي إحنا بنسجله مقارنة بالفرص اللي إحنا بنصنعها مش مرضي بالنسبة صحيح فلكن السؤال بقى هنا هل بتشوف إنه الوفرة دي دايما يقوله الوفرة بالنسبة الموديل الفني وإنت خدت مهاجم وعايز أسمع عايز أسمع وجهة نظر المهاجم هل شايف إن الوفرة دي ممكن تبقى في البدايات على أقل بدايات مهمة في البداية المشوار أربع خمس مطشاط اللي جايين مشكلة عند مرس الكولر بتهيأ لي أنت كمهاجم بتبقى محتاج لغة التفاهم والانسجام على حواليك سواء الأطراف اللي معاك أو صنع العلعاب اللي بيمرر لك تبقى على أعلى درجة صحيح ممكن جدا هنا حتة الانسجام بالزاد في النواحي الحتة اللي قدام دي تبقى مفقود دي مشكلة بالنسبة الكولر مشكلة اللي جايب أنا شايفها مشكلة ومش مشكلة زي ما أنت بتشك وعندك يا خين ومطمن ليه مشكلة ومش مشكلة يعني كل ما كان المدرب عنده وفرة من اللعبين ولكن عنده كم من البطولات يقدر يشارك فيه كل اللعبين لنقطة مهمة وده اللي خلى ميستر كولر علاقته كويسة جدا وطيبة جدا بكل اللعبين الموسم اللي فات لأنه كل الناس بتشارك تقريبا سكواد النادل أهلي كل الموسم اللي فات كله موجود وكله بيشارك معاك أقطعك في الحتة دي اتفضل وانا أكمل يعني لو أنا مثلا زي حد الجمهور جاء لك إيه طب بص أنا هقولك على ثلاثة لعيبة أنا ما عنديش شك في إمكانياته أنا هحط ريدا سليم في الناحية اليمين وحط مثلا عبدالقادر في الناحية الشمال وحط أنتوني مودست راس حارب ماشي التلاثة ككواليتي مفيش خلاف عليهم صحيح لكن التلاثة ملعبوش مع بعض ولا مرة ماشي مفيش انسجام بالشكل هي دي المعادلة بقى المفترض أن مسل كولور يعالجها لأن المفترض أن يكون عندي سنوئيات وثلاثيات داخل الملعب مين حالي شارك أنا عندي ست سبع بطولات الموسم ده وعندي صحيح مش هيبه عندي وقت كتير للتدريبات لأنه يعني تقريبا كل مبين كلهم مباراة ومباراة ومين أو ثلاثة بالكتير لكن في سيستم سيمتريا بيشتغل عليها مسل كولور من الفطولات طويلة في بطولات كتيرة ست سبع بطولات أقدر أشكل فيها وأحط النواحي الخططية والتكتكية والعيبة اللي هتنفذ ده بشكل كبير مفترض أن مسل كولور حيكون عنده سنوئيات أو ثلاثيات بشكل كبير مين يشتغل مع مين وأفضل تشكيل ممكن يخد به أهم المباراة أو أهم البطولات والباقي ممكن يشارك في البطولات التانية شوف من زمان أو زمان كان عندنا بطولتين تقريبا دوري وكس بطولة أفريقيا يعني تلت تلت بطولة ما كانش فيه مجموعات كبير يعني أنا أصد مثلا وأنا موجود في ندل أهلي كان عندنا أربع فراودة تقال جدا جدا وأنا طالع من تحت يعني كل فين وفين لما حد يشارك بعيدا عن كابتن حسام حسن مثلا مر كابتن حسام حسن كابتن رمضان كابتن حسام وفليكس أو كابتن آمن شاوي وكابتن حسام لو حد فينا قدر ياخد عشر دقايق يبقى يعني تمام جدا تمام جدا فهي الفكرة أنك عندك كم بطولات كتير أنت بتشارك النهاردة في ست سبع بطولات في الموسيقى وعندك مساحة كبيرة جدا أنك تشتغل مع مجموعة كبيرة وسكواد هايل أنا عارف أن أنت بتقول أنه السكواد كبير وإزاي هتقدر تعمل انسجام ما بين كل المجموع القدام أنت عندك على الأقل اتنشر تقريبا لعب في الخط الهجومي ده ما بين أجنحة وفرودة هتقدر تعمل انسجام ده إزاي لا تقدر تقدر إن شاء الله لأنه الكل بيشارك وميستر كورر حي عودنا المسم اللي فات أنه ما فيش دكة بودلة ما فيش حاجة اسمها بديل بره فيه دايما لعب أساسي ودايما اللي بره موجود أنه لعب أساسي هو حاسس بده عشان كده شفت المسم اللي فات أنه ما فيش حد واقع بدنيا الكل جاهز بدنيا وزهنيا وفنيا أنا استغربت جدا لأن كهرباء بعد موسم سنة كاملة قاعد بعيد هداف دورة أبطال أفريقيا استغربت أنه مثلا الناس اللي بترجع من الإصابات يعني كريم فؤاد مثلا كان راجع من الإصابة أكرم توفيق كان راجع من الإصابة ورجعوا بالمستوى ده رامي ربيعة لو فاكر في فترة من فترة كان مصاب فترة طويلة جدا ورجع كأنه واحد من الأساسيين فأعتقد أن مثلا كريم ليه دور كبير جدا في التعامل النفسي والمعنوي مع اللعبين عشان يقدروا يقدوا بالشكل ده لكن الانسجام أكيد حقا موجود نتيجة المشاركات في البطولات